اعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف الاول المتوسط وهو بعنوان الطيور والثديات الجزء الثاني وبالتحديد خصائص الثديات وانواع الثديات والثديات الحالية وسيقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي قبل الانتقال لتفاصيل الدرس ومن خلال العنوان ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم سنتعلم اليوم أولاً تصنيف الثديات كما سنتعلم أيضاً تحديد الخصائص المشتركة بين جميع الثديات وأيضاً سوف نتعلم وصف كيف تكيفت الثديات للعيش في بيئات مختلفة وأيضاً سوف نتعلم التمييز بين كل من الثديات الأولية والكيسية والمشيمية إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس فكونوا معنا نشاهد أمثلة من الحيوانات مثل الفيل والأساد والكلب تعيش في البرية وفي مناطق مختلفة من الغابات والصحاري أما الدب القطبي فهو يتكيف للعيش في المناطق الباردة والحوت القاتل يعيش في المياه أما الفقمة فهي من الحيوانات التي يتركز وجودها في القطب الجنوبي إذن هذه بعض الأمثلة على الحيوانات تعيش في أماكن مختلفة على سطح الأرض ولكن هل تستطيع تصنيف هذه الحيوانات؟ تنتمي هذه الحيوانات إلى مجموعة تسمى الثديات والثديات تتبع للفقاريات وبالتأكيد فإن الفقاريات تتبع للحبليات والثديات عدة أمثلة منها الأسد والحوت القاتل والبقرة وأيضا الإنسان إذن نشاهد بعض الأمثلة على الثديات فلو أردنا أن نصنف مثلا الأسد فنقول أنه من الثديات التابع للفقاريات والفقاريات بالتأكيد تتبع إلى الحبليات ما تشاهده هو عبارة عن بعض الأمثلة على الثديات منها ما يعيش في الماء ومنها ما يعيش في مناطق مختلفة على الأرض ومنها ما هو قادر على الطيران على الرغم من اختلاف هذه الثديات في بعض الخصائص وأيضا في خصائص الشكل والحجم إلا أن لها خصائص مشتركة تجمعها فما هي الخصائص المشتركة للثديات؟ من الخصائص المشتركة في الثديات أن جميعها حيوانات فقارية أي أنها تحتوي على عمود فقاري ومن الخصائص الأخرى للثديات أن درجة حرارة أجسامها ثابتة أي لا تتأثر بدرجة حرارة الوسط الخارجي فكما نلاحظ عندما تنخفض درجة حرارة الوسط المحيط بهذه الثديات تبقى درجة حرارة أجسامها ثابتة وعندما ترتفع أيضا درجة الحرارة للوسط الخارجي أيضا تبقى درجة أجسامها ثابتة تتميز أيضا الثديات بخاصية أساسية ومشتركة وهي أن لإناثها غدد لبنية تفرز الحليب لتغذية الصغار تخصص الثديات فترة طويلة من حياتها للاعتناب صغارها حتى قبل ولادتها وعندما تحمل أنثى الثديات يزداد حجم الغدد اللبنية وبعد الولادة تنتج وتفرز الحليب اللازم لتغذية الصغير خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى كما تتميز أفراد طائفة الثديات عن الفقاريات الأخرى بخاصية الشعر فالشعر يغطي أجسام الثديات إذن ما هي أهميات هذا الشعر؟ تقوم أهمية الشعر للثديات في حمايتها من الحرارة والبرودة كما يحميها أيضا من الرياح والماء بعض الثديات مثل الدب يغطي جسمه فرو سميك وهذا يعطيه تكيفان للعيش في المناطق المتجمدة وبعض الثديات مثل الدلافين لديها القليل من الشعر على جسمها حيث تعمل طبقة سميكة من الدهن تحت جلدها كطبقة عازلة وللثديات الأخرى كالنيس فرو بالقرب من الجلد وأشواك إلى الخارج وتعد الأشواك وأيضا القرون في بعض الثديات هو عبارة عن شعار متحور أما الإنسان فهو من الثديات التي تحتوي على شعار كثيف في مناطق محددة في الجسم بالرجوع إلى منطقة الرأس في الثديات نجد أنها مزودة بفكان يحتويان على أنواع مختلفة من الأسنان فكما تلاحظ أيضا أن الثديات تختلف أسنانها عن بعضها البعض فعلى ماذا يعتمد تنوع أسنان الثديات؟ يعتمد تنوع أسنان الثديات على طبيعة غذائها حيث تصنف الثديات بحسب طبيعة غذائها إلى أكلات الأعشاب وهي حيوانات تأكل النباتات وأيضا آكلات اللحوم وهي حيوانات تأكل اللحوم أما مزدوجة تغذية فهي تأكل النباتات دعونا نتعرف في البداية على أسنان أكلات الأعشاب ما الذي يميز أسنان أكلات الأعشاب؟ إذن النوع الأول آكلات الأعشاب وهي حيوانات تتغذى على النباتات ومنها الأرنب والبقراه والحصان تتميز أسنان آكلات الأعشاب بأنها تحتوي على دروس طاحنة تقوم بطحن النباتات وفي المقدمة تحتوي على قواطع تقوم بقطع النباتات ولذلك تعد هذه الأسنان مناسبة للحيوانات آكلات العشاب أما النوع الآخر من الثديات فهي آكلات اللحوم وهي الحيوانات التي تتغذى على اللحوم ومنها الكلب والأساد والنمر تتميز أسنان آكلات اللحوم فإن الفكين يحتوي على أذراس خلفية بالإضافة إلى أذراس أمامية وجميعها تقوم بطحن اللحوم أما النام فهو عبارة عن أسنان تقوم بتمزيق اللحوم كما تزود أيضاً آكلات اللحوم في المقدمة بقواطع ولذلك نجد أن هذه الأسنان تتناسب للحيوانات التي تتغذى على اللحوم أما عن النوع الثالث وهو مزدوج التغذية ومنها الإنسان والدب والقرد وهي قادرة على التغذي على النباتات وأيضاً اللحوم حيث نلاحظ الأسنان عند الإنسان يتميز بطواحن وضواحك وأيضاً الناب لتمزيق اللحوم وقواطع لتقطيع النباتات تعيش الثديات حياة نشطة فبعضها يستطيع السباحة والآخر يستطيع الراكض وثديات قادرة على القفز وأخرى قادرة على الطيران وهذه الأنشطة التي تقوم بها الثديات لا بد أن تكون أجهزة جسمها قادرة على التفاعل ودعم هذه الأنشطة إذن ما هي أجهزة جسم الثديات؟ للثديات رئات متطورة للقيام بعملية التنفس والرئة مكونة من ملايين من الأكياس المجهرية المسمى بالحويصلات الهوائية تمتاز الحويصلات الهوائية بقدرتها على تبادل غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وذلك خلال عمليات التنفس التي تمثل في الشهيق والزفير كما تحتوي أيضا أجهزة جسم الثديات على جهاز عصبي متخصص قادر على التعلم والتذكر أكثر من بقية الحيوانات الأخرى حيث يحتوي جهازها العصبي على دماغ وحبل شوكي وأيضا أعصاب حسية والدماغ فيها يكون عادة أكبر من أدمغة بقية الحيوانات ذات الحجم نفسه كما أن الجهاز العصبي مكون من ملايين من الخلايا العصبية التي تقوم بنقل السيالات العصبية إلى أنحاء الجسم نأتي الآن إلى تقييم أي الحيوانات الآتية له جلد دون قشور أو حراشف هل هو ألف الدلفين با الحيات جيم الضب دال السمك إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال من خلال الخيارات الأربعة ونبدأ التوقيت إن الإجابة هي الدلفين فهي حيوانات لا تحتوي على قشور أو حراشف وتحتوي على القليل من الشعر نأتي أيضا لسؤال آخر قارن بين كل المصطلحين فيما يأتي آكل اللحوم ومزدوج التغذية إذن كيف تستطيع المقارنة بين آكل اللحوم ومزدوج التغذية إن الإجابة هي آكل اللحوم حيوانات تأكل اللحوم فقط أما مزدوج التغذية فهي حيوانات تأكل النباتات واللحوم ما هو نوع الإخصاب في الثديات؟ الإخصاب في الثديات داخلي حيث تتحول البويضة المخصبة إلى جنين داخل عضو في جسم الإناث يسمى الرحم تختلف مراحل نمو الجنين في الثديات لذا تم تقسيم الثديات بحسب مراحل نمو الجنين إلى ثلاثة أقسام وهي الثديات الأولية والثديات المشيمية والثديات الكيسية كيف تميز بين هذه الأنواع الثلاث؟ أنواع الثديات سالم هل قررت أي الكتب ستستعير أم لا؟ يعجبني هذا الكتاب كثيرا إنه كتاب رائع ما رأيك لو نجعل قراءتنا اليوم عن هذا الموضوع؟ حسناً هيا بنا إنها معلومات رائعة عن الثدييات في أستراليا فهي تضم الكثير من الثدييات المختلفة ولكن ما يحيرني هو كيف يصنف حيوان خلد الماء على أنه من الثدييات بالرغم من أنه يضع بيضاً عليك بالنظري إلى التصنيف الموجود بآخر الكتاب لتتعرف على إجابة هذا السؤال بنفسك أنواع الثدييات الثدييات الأولية مثل خلد الماء الثدييات الكيسية مثل الكنجر الثدييات المشيمية مثل الإنسان أفهم من ذلك أن الثدييات الأولية هي الثدييات التي تتكاثر بوضع البيض هذا صحيح وهي أيضاً ثدييات تغذي صغارها بالحليب بغير حلمات إرضاع ولكن صغارها يلعقون الحليب الذي تفرزه الغدد اللبنية من ثقوب ينضح منها على الجلد وماذا عن الثدييات الكيسية؟ ما الذي تعرفه عنها؟ الثدييات الكيسية كالكنجر هي ثدييات تلد أفراد غير مكتملة النمو وتبقى داخل جيوب أو أكياس في جسم الأم حتى يكتمل نموها أحسنت فصغار الثدييات الكيسية تلد بحجم صغير جداً وتكون عمياء ومن دون شعر ولذلك تبقى داخل أكياس الأم لتتغذى من خلال حلمات الغدد اللبنية الموجودة داخل الكيس ويذكر الكتاب معلومة أن الكوالا ووحشة اسمانيا وكذلك الأبوسوم من أنواع الثدييات الكيسية أما النوع الثالث من الثدييات فأنا أعرفه جيداً وهو الثدييات المشيمية وهي ثدييات تنمو أجنتها داخل رحم الأم الذي يحوي مشيمة تزويد الجنين بالغذاء والأكسجين وتخلصه من الفضلات وهل تعرف كيف تنشأ هذه المشيمة؟ تنشأ من أنسجة الرحم وأنسجة الجنين وترتبط بالجنين من خلال الحبل السري تماماً كما في الإنسان وماذا عن الوظيفة التي يؤديها الحبل السري؟ يمنع الاختلاط بين دم الأم والجنين أثناء إمداد الجنين بالغذاء أو تخلصه من الفضلات يبقى أن تعرف أن الثدييات المشيمية لها العديد من الأمثلة غير الإنسان مثل القنفذ والفيل والحوت والخفاش وغيرها الكثير الكثير سأطلب من أبي ذات يوم زيارة أستراليا للتعرف على هذه الأنواع على الطبيعة بإذن الله والآن هل نعود إلى البيت؟ بالطبع يعيش اليوم أكثر من أربع آلاف نوع من الثدييات على الأرض والثدييات قادرة على العيش في البيئات المختلفة من المناطق الباردة القطبية إلى الصحاري الحارة وتتعرض الكثير من الثدييات والحيوانات الأخرى في وقتنا الحالي لخطر الإنقراض فما هو السبب؟ يعود السبب إلى تدمير مساحات واسعة من المواطن الأساسية التي تعيش فيها الحيوانات وذلك من خلال التلوث والتزايد المستمر لحاجات الإنسان في التوسع العمراني كذلك الصيد الجائر لهذه الحيوانات كانت المهى في الماضي تعيش بعدات كبيرة في الجزيرة العربية وبسبب الزحف العمراني والصيد الجائر وفقدان الموطن تناقص عددها واقتصر وجودها على مناطق محددة وقد تنبهت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية لهذه المشكلة فأعدت محميات واسعة لحيوانات المهى مما خففها من حدة المشكلة نأتي الآن إلى تقييم اختبر نفسك قارن بين كل المصطلحين فيما يلي المشيميات والثديات الكيسية كيف تستطيع المقارنة بينهما نبدأ التوقيت إن المقارنة كالآتي أن جميع المشيميات والثديات الكيسية تنمو صغارها داخل الرحم بينما الثديات الكيسية صغارها تولد قبل اكتمال نموها وتكمل نموها داخل الكيس يوجد في أجسام أمهاتها نأتي للسؤال الآخر لماذا تعد الحيوانات في خطر اليوم كيف تستطيع الإجابة على هذا السؤال إن السبب يعود إلى تدمير المستمر لبيئات الحياة البرية نتلال لتقويم ختامي وهو أكمل الجدول الخاص بخصائص الثديات نبدأ أولا بدرجة حرارة الجسم ما نوع درجة حرارة الجسم الثديات؟ درجة حرارة أجسام الثديات ثابتة ما هو غطاء الجسم في الثديات؟ يغطي جسم بعض الثديات الشعر ما هو أعضاء التنفس في الثديات؟ تستطيع الثديات التنفس عن طريق الرئتان ما هو نوع الإخصاب في الثديات؟ يتم الإخصاب داخليا في الثديات وينمو الجنين داخل عضو يسمى الرحم وصلنا لما تعلمناه اليوم ذكرنا في درسنا لهذا اليوم خصائص الثديات حيث تستطيع الثديات أن ترعى صغارها لمدة طويلة وتقوم بتزويدها بالغذاء عن طريق غدد لبنية تفرز الحليب لها درجة حرارة ثابتة ولها جلد يغطيه الشعر أو الأشواك أو الصوف أو الفرو السميك أسنان الثديات مقسمة إلى قواطع وأنياب وأدراس أمامية وأدراس خلفية تصنف الثديات من حيث ما تتغذى عليه إلى آكلات عشاب وآكلات لحوم ومزدوجات التغذية من مميزات أجهزة جسم الثديات تتنفس بالرئات ولها جهاز عصبي متخصص والإخصاب داخلي كما تعلمنا أيضا أنواع الثديات الثديات الأولية والثديات الكيسية والثديات المشيمية وصلنا إلى نهاية الدرس على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر